تتوالى تصريحات قادة أوروبا وتجمع على أن الشتاء القادم سيكون صعبا على دول الاتحاد الأوروبي آخرها تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي أكدت أن الشتاء المقبل سيكون قاسيا على الأوروبيين بفعل تدعية الحرب في أوكرانيا ومخاوف من انقطاع تام لامدادات الغاز من روسيا وضع فرض على التكتل الأوروبي تكثيف جهوده والتحرك بطريقة جماعية لتجاوز مرحلة هي الأصعب منذ عقود أود أن أقول لا أحد يستطيع الذهاب بمفرده والاعتماد على موارده الخاصة فقط لذلك نحن في موقف يحتاج فيه كل شخص إلى مساعدة الجميع نحن نعلم أن هذا الشتاء سيكون قاسيا ما نعرفه عن العام المقبل أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين لمراجعة الموقف باستمرار وإعادة النظر في توقعاتنا واتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة لا غار طمأنة الأوروبيين بشأن الارتفاع القياسي لمعدلات التذخم في دول الاتحاد الأوروبي مؤكدة أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على إعادته إلى معدلاته المتوسطة من وجهة نظري بصفة رئيسة البنك المركزي الأوروبي ما نحتاج إلى فعله هو إعادة التذخم إلى 2% حيث ينبغي أن يكون نحن في مستوى عال جدا ومرتفع بشكل بائس في الوقت الحالي ونحتاج إلى القيام بالمهمة التي يتعين علينا القيام بها وهي العودة إلى المعدل البالغ 2% هذا بالنسبة لنا هو استقرار الأسعار وتواجه دول القارة العجوز منذ بداية الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من تداعية أزمة طاقة غير مسبوقة وارتفاع كبير للتذخم وصل إلى 10% في سبتمبر الماضي ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مع توقعات بزيادتها مرة أخرى بمقدار 0.75 نقطة في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المقرر نهاية الشهر الحالي